غنيت فيها مصبوط فبقيت كل ما يجي حد من الفنانين ادخل اشرح له يخش يسجل قبل ما اصور شوت وارجع له تاني جيت عند كابتن محمود اعدت معايا بقى الاعداء اللي كانت من شوية دي بدل معايا عشر دقايق اشرح له الشوت اعدنا مثلا ايه ساعة ساعة وعشر دقايق ونسيت الشغل ونسيت الحاجات اللي بره شكرينا حنعمل معاك كده فانسيت الحاجات بره فضلت قاعد معاه نتكلم نتكلم وخرجنا موضوع الاغناي بنتكلم في حاجات دخلنا صورنا كابتن صور وكان هايل وكان روحه الجميلة دي طلع على الكاميرا ما شاء الله خلصنا ففجئت بيه هو بيقول لي هونت ساكن فين فقلت له في المنطقة الفلانية فقال لي طيب على فكرة انا كمان ساكن هناك انت معاك رقم تليفوني في اي وقت فاضي لما تحب ابقى كلمني ننزل نشرب قهوة مع بعض في المكان الفلاني اللي هو مكان قريب من مكان ساكننا يعني فقالت له حضر كابتن طبعا وقالت ايه يعني ايه ده كابتن محمود الخطيب ريز وانا 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 يعني فيه فرق كل حاجة يعني سنا وقيمة وتاريخا وكل شيء وليه يعني فاستغربت يعني بس هو شاف حاجات مش طبعية هي مادام اسعد قالت اسعد يونس قالت قالت لي مرة ايه هو ايوا زي ما بيعرف يختار المواهب في الكرة هو هتلاقيه بيعرف يختار المواهب في البني ادمين فهو لقت حاجة فيك اكيد ده كان كلامها يعني فبدأت من هنا علاقة وبدأت بعلاقتي بالكابتن بدأ يعني يستشيرني بحاجات بحكم حاجات اه هنا هي دي القاعدة بقى اللي طولت بقى فبدأ يستشيرني بحاجات وبدأت العلاقة من هنا تتطور لحد بقى ما وصلنا لمرحلة الانتخابات الأخيرة اشتركوا في القناة